وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة لجيش مصر الباسل بمناسبة الذكرى وصفاً إياها بمدرسة الوطنية المصرية إن افتتاح دور الانعقاد العاجل خامس لمجلسنا الموقر يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالي علينا جميعاً وهي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الذكرى الحاجات والخمسون لهذا النصر المبين فانتهز هذه الفرصة لاتقدم باسمنا جميعاً بخالص التهنئة إلى فقامة السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة كما نتقدم بخالص التهنئة والأجاز لجيش مصر الباسل الذي نصفه دوماً بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال الأبطال الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دوماً للإرادة الشعبية إنما أخذه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحداً من أقوى البيوش وأفضرها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالتهم المخلصين الوطنين إلى أن ساد الأمر والأمان في ربوع البلاد ترجمة نانسي قنقر